بسم الله أهلا بكم في فيديو جديد من سلسلة تعلم اللغة الإنجليزية مع سندس عبدالحليم نروح دلوقتي على لسن ثري ونكمل ونشوف هنتعلم إيه في لسن ثري بتاخد ايه على الفطار براكفست يعني ايه براكفست براكفست يعني الفطار وجبد الفطار براك قولوا معي براكفست محدش يقول بريك فاست طيب نشوف بقى الأكلات اللي احنا ممكن ناخدها على الفطار نمبر وان تي حلو قوي كلمة دية مش جديدة تي يعني شاي نمبر تو فول فول في الإنجليش هم كلمة فول زي ما احنا بنقولها بالضبط أخدوها وحطوها كده في الكتاب ف-U-L فول رقم تلاتة براد 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 كلمة دي برضو أكيد احنا كلنا عارفينها يعني ايه براد براد خبز عيش خبز نمبر فور مافن 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 كيكة اسفنجية مافن نمبر فايف هوت شوكولت هوت شوكولت هه مشروب شوكولاتة ساخن هوت شوكولت نمبر سيكس نودلز 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 حاجة زي الماكرونة بالضبط نودلز ممكن قول ماكرونة فلافن فلافن اللي هي الطعمية فلافن 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 وآخر كلمة هي ميلك 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 لبن أكيد كلنا عارفين معظم الكلمات دي عارفين وعارفين 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 يعني كلمات بسيطة اللي احنا هنتعلمها دلوقتي لو عاوز أسأل أي حد هو بيفطر إيه الصبح هقوله إيه اسمعوني كويس وات دو يو هاف فور براكفست 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 واتفقنا أنا بسأل في السؤال وبقول يو انت يبقى انت هتجاوب بإيه ايوه أيوه هتجاوب بإيه اتكلم بقى عن نفسك مش هينفع تتكلم عن نفسك وتقول يو لا لازم نقول اي اي سؤال في يو الإجابة بتكون اي اي طيب هاني سأل ليوي وقال لها وات دو يو هاف فور براكفست ليوي البنت الصينية ردت وقالت فور براكفست في الفطار في الفطار اي هاف نودلز فور براكفست اي هاف نودلز انا باكل الماكارونا عارفين هدي اللي بتاكل بالمعالي الغريبة بتاعتهم اللي هي زي العصايا دي هي دي نودلز اوكي طيب بعد كده عندنا اربع ولاد من اربع بلاد اللي كنا تكلمنا عنهم قبل كده وكل واحد هيقول اسمه وهيقول بلده او جنسيته وهيقول لنا هو بياخد ايه على الفطار براكفست اول بنت هي ميري هتقول ايه يلا ماي ناميز ميري او ماري انا اسمي ميري وانا منها فرانس فرنسا فور براكفست انا لدي هاتشوكولت و Zug ميري الشوكولت على الفطار انا بااكل ايه فور براكفست انا لدي شوكولت مشروب الشوكولتة الساخن اللي تكلمنا عنّو and French bread French فرنسي وbread خبز أو عيش يبقى بتاخد شوكولاتة سخنة وعيش فرنسي ده عيش بيتعمل في فرنسا تاني ولد اسمه مارك مارك بيقول I am Mark I am Mark يبقى علشان أقدم نفسي يأما أقول My name is صندس أو I am صندس كده طيب I am Mark and I am American يبقى مارك بلده إيه أمريكي صح طيب I am American For breakfast I have a muffin and a glass of milk بيأخد muffin كيكة الإسفنجية A glass of milk يعني كباية لبن glass كوب يعني glass إنما فنجان يعني cup برافا عليكم بعد كده تالت بنت بتقول My name is Wang Min Wang Min and I am Chinese دي بقى صينية صح؟ I'm Chinese I have Chinese tea and noodles for breakfast I have Chinese tea الشاي الصيني and noodles for breakfast في الفطار يركز كويس قوي يا إما هقول For breakfast I have وقول أي حاجة أنا باكلها أو هقول I have وأقول اسم الأكل في الآخر أقول For breakfast زي ما احنا شايفين قالت I have Chinese tea and noodles for breakfast طابع ولد بيقول I am Waleed and I am Egyptian I like to eat full and falafel for breakfast وليد بقى بيحب بياكل إيه زينا كلنا I like to eat full full and falafel الطعمية أو بنقول عليها برضو في مصر falafel for breakfast على الفطار يلا بقى نوصل كل واحد اسمه مكتوب ونشوف هو بياكل إيه هنختار A, B, C or D على حسب كل اسم ولد أو بنت هنشوفهم افتكروا كويس الأسامي اللي قلناها For Marie من فرنسا Mark من أمريكا Wang من Chinese and Waleed from Egypt For children يلا number one Waleed has Waleed وليد اللي كان منين أيوة من مصر Egyptian كان بياخد إيه على الفطار والآن فلافل طيب number two Marie Marie البنت ماري أو ميري اللي من فرنسا كانت بتحب تفطر إيه أنا فاكرة إنتوا فاكريين أيوة hot chocolate وإيه كمان French bread اللي هو الاختيار التالت letter C هنكتب جنبه two Marie three طيب number three Mark Mark من أمريكا كان بياخد إيه a muffin and a glass of milk كيكة سفنجية وكوباية لبن الولد ده شاطر بيشرب لبن طيب فين الكلام ده بقى a muffin and a glass of milk طبعا هو letter D مزبوط يبقى D هنكتب جنبها three ونمبر four وانجمين وانجمين الصينية هي آخر حاجة فضلة طبعا انتوا أخديين بالكوا كويس وانجمين كانت بتحب تاخد Chinese tea and noodles اللي هي letter B تاني اختيار أو تاني choice معانا هنكتب جنبه four طيب وفي آخر بقى الدرس التالت أو lesson three هسيب لكم exercises بسيطة خالص حاولوا تحلوها وتسيبوا لي الإجابة بتاعتها في الcomments وأنا أكيد هرد عليكم وقول لكم الصح والغلط كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو النهاردة خلصنا أول three lessons في unit seven في معنى هتconnect سنة ثالثة ابتدائي يارب تكونوا استفدتم من الفيديو وأشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد وما تنسوش تعملوا subscribe ولايك للفيديو واكتبوا لي في الcomments إيه رأيكم في درس النهاردة وأشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد شكرا اشتركوا في القناة